سيد دوري المالكي سيد العامري بيان التنسيقيات ثلاثة بيانات تقول بأن الوضع لا يتحمل التشنج ولسنا متجهين للتشنج ما معناه نحن لسنا مع من يقول اقتتال شيعي شيعي أو تعريض السلم الأهلي الخطر نعم هم يقولون بأن العملية السياسية في خطر وهذا أمر وارد يعني ما يصير يفسر الأمور على الشيعي فقط ولا يفسر على الكردي ولا على السني يعني بمعنى إذا كانت السلطة هم الحزبان الحاكمان والأحزاب الكردية لا زالت هذه الأحزاب قائمة وهي في السلطة ولديها امتيازات في الدولة كذلك السنة نفس العملية أما بالنسبة للشيع فالصدريون هم كانوا أيضا في السلطة وليسوا بعيدين على السلطة أما أن يكون الإطار أخذ منه السلطة ويتنرفز لا هذه القضية لا يمكن أن تحسن بهذا الشكل الإطار يرى بأن الأوضاع لا تسير بشكل طريقي وأن العملية السياسية لو انهارت هنا تبدل مشكلة وليش انهار وتبدل مشكلة في مساء تعلق بالنشروط جيئي دكتور دكتور بس عفوا نعم أنا أقولك بصراحة فسر لياها نفسد زيد أقولك معلومات أي تفضل تفضل أستاذ عدنان سيد أقولك معلومات التيار الصدري والإطار من منبع واحد من منبع واحد لا يمكن أن يصل إلى حالة الاستدام مهما كانت الظروف الإطار يسعى إلى تقارب وجات النظر إلى حتى هذه الدقيقة إلى اليوم يسعى إلى التقارب مع التيار من أجل الخوج من مأزق التشكيل الحكومة وحماية العملية السياسية لكن الأقل السيد الصدر مصر على هذا المبدأ هم يرون جيد جيد أستاذ عدنان هذه المعلومة عفوا أنا كنت أنتظر شوية معلومة أعمق هذا الكلام الإطار التنسيقي والتيار الصدري من منبع واحد هاي كلنا نعرفها لكن أنا أريد أفهم معادلة ذكرتها في السياق إذا ليش إذا لم يتفق الإطار والتيار على معادلة السلطة ستكون العملية السياسية في خطر ليش يعني لأنه دستورياً وقالونياً تخترق شوف سيد العزيز خلياً أقول لك شغلة ذكرها أستاذ جوزيف يعني أثناء حديثة المحكمة الاتحادية عندما نظرت في الطعون هي نقضت الطعون لن تنقض الطعون هي أكدت الطعون وقالت لكن هذا ليس مصراحيتي هذه المصراحيات هيّة الطعون التي لا سلطة علينا عليها وبالتالي هي أجبرت أو أصدرت قراراً المحكمة الاتحادية بأن يكون العد والفرد في الدورات القادمة يدوياً وبالتالي قالت المفوضية ارتكبت خروقات في مساء تتعلق بعدم فحص الأجهزة لحساب فإذن هي شغل صت الأقطاء ولكن قالت هذا ليس مصراحيتي إذن هي ليست ضد الطعون ذلك هاي الطعون لو تعمقت في العملية السياسية شوف أخي العزيز هي ممثالية أبداً نعم قد يكون هم يشعرون خسارتهم غير طبيعية وبأن هذه الخسارة هم لديه جوجه ومهور يعني إذا أنا أقول لك صراحة أنا عندما أتكلم عن الاستحقاق الانتخابي نعم أقول هذه أعداد يعني خلاص مسلم بي ولكن عندما أتكلم عن الجمهور أقول فتح عندما حصل على مليون ينو ثلاثمئة وخمسين والتيارة الصدي حصل على ثمانمئة وعشرين ألف الفرق كبير هنا لكن هذا من يفوزه لكن هذا فاز